برح طبعا كلنا شفنا اللقطة اللي كان الشناوي بيشتكي فيها وماسك فيها العضلة الخلفية فبمناسبة خروج الشناوي للإصابة وبإذن الله زي ما كنت بتمنى من شوية إن شاء الله تكون حاجة خفيفة حابب بس علق على شخصية مصطفى شوبير وثباته الإنفعالي وبالمناسبة دي مش المرة الأولى اللي يتحط فيها مصطفى شوبير في الاختبار ويكون كالعادة أدهى وقدود زي ما حصل قبل كده في زهاب نهاي إفريقيا أمام الوداد في اللقاء الشهير اللي أكيد حضرتكم فاكرينه ده طبعا غير الأعلاقة المحبة بقى والمسندة والدعم اللي بنشوفها دايما من الشناوي لمصطفى شوبير ولكل الزملاء الحقيقة وكانت طبعا واضحة جدا اللقطة دي مبارح أثناء التغيير وحتى بعد انتهاء المباراة هي دي روح وهي دي شخصية النادي الأهلي كما تعودنا من النادي الأهلي ومن كل لعبته حسين الشحات كان ليه تصريحات مبارح بعد انتهاء المباراة عبر من خلالها عن ساعته بالفوز وقال حاجات كتير الحقيقة قال ان الفوز ده مستحق أمام منافس قوي وكان مهم جدا ان احنا نتأهى لنهائي السوبر بعد اللي حققناه في كأس العالم للأندية وحصولنا على الميدالية البرونزية الرابعة اتكلم كمان عن ان النادي الأهلي أكيد اتأثر جدا بسبب الاجهاد البدني اللي كل اللعيبة اللي حساه بسبب ضغط المباريات وتلاحهم البطولات لكن الحمد لله شخصية البطل كانت حضرة وبقوة وقدرنا اننا نحقق الفوز في الوقت القاتل اكد كمان حسين الشحات ان الكل هدفه هو الفوز بالسوبر وده الطبيعي في كل بطولة بيدخلها النادي الأهلي بتبعينه على لقب هذه البطولة ولا شيء آخر